اشتركوا في القناة شاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكي على المكشوف سلسلة من الإضرابات المتقطعة أعلنت عنها نقابة الموظفين العموميين سيتبعها إضراب عام مطلع الشهر القادم ما لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة والموظفين وكذلك لما تم التوقيع عليه سابقا ولم تلتزم بالحكومة بتنفيذه من الناحية الأخرى جميعنا يعلم أن هناك تخمة في أعداد الموظفين بما لا طاقة للحكومة عليه حكومة تعتمد أساسا على المساعدات الدولية والدول المانحة هل نلوم دكتور رامي الحمد لله رئيس الحكومة الجديد وحكومته ولماذا لا يعطى الفرصة ليجد الحلول المناسبة وما معنى ما كتبه السيد زكارنا على حسابه الخاص بالفيسبوك حيث قال غدا رسالة للجميع يقصد الإضراب حول تماسك الموظفين والتزامهم أتحدى بنفس إخواني الموظفين أن يقل الإضراب عن 95% أي الالتزام بالإضراب وفي هذه رسالة مطالب فقط نختلف مع دكتور رامي وحكومته ولا نختلف عليها ونرحب بإعادة تكلفه ضيفي في هذه المنكاشفة السيد بسام زكارنا رئيس نقابة الوظيفة العمومية أهلا وسهلا بك معنا أستاذ بسام وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين بإمكانكم المساهمة والمشاركة معنا عبرا الموقع الخاص بالبرنامج على الفيسبوك facebook.com سلاش الفلسطينية أو من خلال التواصل معنا على الأرقاب أرقاب الهاتف الظاهرة على الشاشة والتي ستظهر تباعا 02 من داخل فلسطين 02-297-8000 ومن خارج فلسطين 00-970-22-97-8000 أهلا وسهلا بك سيد بسام الحكومة جديدة يعني إذا لم يعني يمر عليها مئة يوم أنا ما أعتقد وأصلا عانت من إشكالات وإعادة تكليف لماذا الإضراب في هذا التوقيت بالذات ولم تعطى الحكومة الفرصة على الأقل حتى نهاية العام لإيجاد حلول مناسبة شكرا أخي هذا في الحقيقة الموضطون تحملوا ثلاث سنوات عندهم 28 مطلب بالإضافة إلى تحملوا تسع شهور لإضافة غلاء المعيشة واستكمالها وفق القانون الفلسطيني نحن اجتمعنا مع الحكومة مع رئيس وزراء دكتور رامي ومع وزير المالي حاورناهم أرسلنا رسائل عديدة تقريبا أربع رسائل حول هذا الموضوع لتنفيذ القانون وهو دفع غلاء المعيشة غلاء المعيشة يجب أن تدفع بالحد الأعلى اللي هو نهاية شهر ثلاث ونحن الآن دخلنا شهر تسعة دون أن يكون هناك حتى يعني معلومة حول هذه الأعلى اكتشفنا مؤخرا أن الحكومة السابقة ووزير المالي السابق بالتعاون مع مدير عام الموازنة شطبوا غلاء المعيشة ووضعوا نسبي من رأسهم يعني على الخيال بويت 75% مع العلي منها 2.78% وهذا أخطر ما يمكن أن يتم عمله بحق الموضوع يعني شالوا 2 وخلوا 78% لا مش بس أخير شالوا القصة كلها أنه إحنا من حقنا كحكومة ندفع اللي معنا على راحتنا عجبنا بويت 75% عجبنا فإحنا كلنا إذا كان النسبة من حقهم أن تتلعبوا فيها إحنا جاهزين معنا مشكلة لأنه نسبة غلاء المعيشة الحقيقية 45% إذا بتحكي عن الطحين 70% صار 170% إذا بتحكي عن الوقود بتحكي عن الأساسيات تضاعفت أضعاف ما هو موجود في السوق الأسعار بشكل يعني رهيب ما تشوفنا من الحكومة إنها بتوقف التاجر أو بتوقف الجامعة أو أي جهة بترفع الأسعار تقولها بريك يعني أنه الناس مع هاش رواتبها مش مكافيتة هم كانوا يعستخدموا جيوب الموظفين كأبار نفط الثانيا والأخطر من هون أن الحكومة السابقة تلعبت في الموازنة لم تضيف غلاء المعيشة للموظفين ولا اتفاقية المعلمين ولا اتفاقية نقاط الموظفين ضمن الموازنة ولا حتى أربع نشرات العسكريين بمعنى قدمت للبنك الدولي فاتورة أقل من ما زي ما بدها للبنك الدولي كذب تجاوز يعني تحايل إيش بدك سميها ويجب أن يحكموا على هذا الموضوع لأنه لا يجوز أنك تيجي تقول أن العسكري بديش أعطيه ترقية طبيعية لازم يخذها بالقانون ثانيا ما بصير يقول ما بده يدفع غلاء المعيشة ولا بصير أن يقول أنا بوقع اتفاقية وبتلعب فيها وبحترمهاش زي ما وقعوا معنا المطالب تبعونا وغلاء المعيشة فبالتالي الدكتور رامي غير مسؤول عن هذا الموضوع ولكن بإمكانه تجاوز نحاوله عندما يكتشف أن هناك تجاوز للقانون هذه القضية مش أنه غير مسؤول الكل مسؤول هناك تواصل وهذه السلطة وحكومة بالتالي أي حكومة مسؤولة عن الحكومة التي قبلها ولكن أنا ما أقصده الرجل جاء بنفس جديد قال أنا سأنظر إلى الأمور جميعها بطريقة جديدة أعلن منذ البداية يعني بعد شهر تقريبا من توليه المنصب أنه هناك خلل في الميزانية هناك نقص حاد في المدخول وجميعنا يعلم أن السلطة تعتمد بالأساس على الدول المانحة وعلى المساعدات يعني هذا موضوع آخر سأطرحه ولكن يعني لماذا الآن إضرابات متقطعة وبعد ذلك إضراب مفتوح إحنا أخي بير عندما لاحظنا موضوع غلاء المعيش يعني أريد أن نحكي في الحكومة الحكومة هذهك روحة غلاء المعيش ماشي خلاص راحت الحكومة هلأ إحنا مشكلتنا مع الحكومة الحالية لكن إحنا نكشف شو اللي صار ولكن الآن إحنا غلاء المعيش عندما لقينا أنه محذوف وملغي ومحطوط بوينت 75 تجاوز أنا بحكي لك إحنا كان القرار في المجلس هو إضراب مفتوح من غدا من الأحد ولكن حتى نعطي المد القانوني يعطينا 28 يوم ونبدأ فيه تدرجي الآن اتحاد المعلمين ما بيعرف اتحاد نقابات المهنة الصحية ما بيعرف اتحاد الى طبه والنقابات الأخرى ما بتعرف أنه غلاء المعيش تم إلغاؤه أنا بحكي لك رح تدخل كل النقابات إذا تم المس بشيء تم التوقيع عليه وهو منصوص عليه بالقانون لأنه حقيقة أخطر من كل شيء ممكن نحكي فيه يعني هلأ تحديداً أنتو بتطالبوا في إيش في الـ 0.78 ولا في الـ 2.3 صارت إحنا غلاء المعيش 2.3 2.3 في المئة يعني البعض خلينا نحك عرف كدهش بتزيد الموظف 40 شكل 20 شكل ولكن المبدأ بتحكي عن 100 150 ألف موظف يعني بتحكي عن 10 مليون دولار بس في الشهر بس في الشهر بس 10 مليون دولار أعطوهن مكافأة لوزارة المالية للي كتبوا الموازن عشان اتجاوزوا حقوقنا يعني بدل ما مش شطبوا عنا من حقوقنا 10 مليون قبض كل 71 ألف دولار هذا اللي قبض أولاً لازم يحكم وزير المالية وأنا بطالبه بالتحقيق في هذه المكافأات اللي صرفت على دماء الموظفين والأسرة وغيرهم أنا بتمنع وزير المالية يرجعنا يشوف المكافأة اللي صرفت بغير واجه حق للي عملوا الموازنة كلهم درجة وكيل ووكيل مساعد فأنت بتيجي تصرف له وبيجي يفاوضني بكل إيه حران تطلب بـ 40 شيكل زيادة طب أنت طالب 70 ألف دولار ما يخذهن فبأي حق أنت بتأخذ هذا الكلام وبتيجي تكتب لي موازنة بتحط بوينت 75 وما بتكون لوزيرك لوزير المالية إنه هذا تجاوز للقانون فبالتالي هناك حالة غليان لدى الشارع اللي شاف هذا تصرف من قبل الحكومة السابقة وحتى الدكتور رامي ما طمننا إحنا من كلك منختلف مع الدكتور رامي حول المطالب ومش مختلفين عليه ومرتاحين جدا من أسلوبه وطريقته ودفع الرواتب وإعلانه عن دفع الرواتب قبل شهر وقبل 15 يوم تعتراح للموظفين وأنا بقول لك هناك ارتياح في الشارع الفلسطيني من إعادة تكليف الدكتور رامي طب يعني أنت الحكي يقال أو يعني هكذا ربما يفهم أنه يعني المعلمين أخذوا شوي بتكلتكم كلكم قلتوا وين راحوا النشامة يعني كأنها الشغلة يعني المعلمين معروف أنه لم يكونوا منصفين في السابق أقل من الموظفين الآخرين وبالتالي إنصافهم ولو جزئيا يعني هذا يفترض يفرحكم لأنهم جزء من الكل وبالتالي يعني مش يعني وكأنه ليش المعلمين أخذوا وإحنا بدنا نأخذ يعني هاي سلطة يعني خلنا نحكي نصف سلطة لا سلطة ولاها أبار نفط ولا سلطة ولاها تعتمدها تعتمدها للمساعدات يعني إيش يومنه الأمور يعني خليها تدريجيا اليوم المعلمين بكرا خد أحسن من هذا الطريق وشوي شوي خد أحسن من هذا الطريق إحنا أولا إشي منطالب إنه المعلم زي اليابان يعطوه يعني راتب الوزير واحترام الامبراطور إحنا هاي دائما نكون فيها وإذا بدهم يخصموا مننا ما عناش مشكلة للمعلم بالذات لأنه إحنا نحيي تحت المعلمين ومن ثمن هذا الاتفاق وشكرا للحكومة إنها قامت فيه ما عنا مشكلة ولكن قد ما تلقاهم دفعوا للمعلمين عشرة في المئة مش موجودات في الموازنة طيب ما دفعوا لاثنين في المئة للموظفين اللي هي حق في القانون صح إنه إذن فيه إشي إذن انت بتقدر تدفع إذن هم حكوا للموظفين ولكل الناس اللي عندها يعني مطالب مثل المتقاعدين وغيرهم إنه إحنا معنا ما صار ندفع وما بدنا ندفع بشان نلغي غلاء المعيشة بشكل بس أنت بتحكي بسام كمان يعني بتحكي عن تقريباً 40 ألف موظف المعلمين طبعاً يعني حوالي 67 مليون إذا بتأكتير إذا بتحكي عن 10% قصدي حتى هم نسبتهم من الموظفين الكلي في السلطة بشكل حوالي 40% أو من موظفي السلطة مش هي تقريباً 50% 50% يعني هم على الأقل للحكومة قدمت شيء لـ 50% من الموظفين مشكورة مشكورة لا أنا ما بحكي إنه هذا واجب الحكومة واللي بقبل إنه يكون في الحكومة بدي يوفر للناس والسلطة موجودة مش هنتوفر للناس حياة كريمة من حق الموظف أن يعيش حياة كريمة ولكن أنا قصدي يعني أنا من لما أعلننا عن البرنامج وصلت لعديد من الرسائل الحقيقة وأنا بطلب من الكل إنه يساهم بأراؤح تحديدنا الموظفين اللي مع أو ضد أو إليه وجهة نظر الكثير من الناس بيقول لك أنا مع الحقوق وهلا بنقرأ جزء منها مع المطالب كذا ولكن مش مع الأضراب كأسلوب لأنه الأضراب ممكن يأثر على سير العمل في البلد بيأثر في بعض المؤسسات الحساسة يعني شو الهدف من الأضراب إذا كانت الحكومة جزئياً بلشت تتجاوب يعني أنتو قاعدتو ثلث سنين وأربع سنين وخمس سنين مع حكومة ما جاوبت ولا مع مطلب زي ما بتحكي صحيح على الأقل هاي الحكومة في أول شهرين تتجاوبت مع خمسين في المية من الموظفين أنا بحكي لك بالنسبة للحكومة حالياً إحنا اجتمعنا معهم بما يتعلق فينا لم نجد إجابي يعني أنا بعت أربع رسائل كل الاحترام للجلسات اللي جلسناها مع رئيس الوزراء ووزر المنية لكن ولا إجابة حول الأسئلة اللي هي مثلاً دفع غلاء المعيشة آلية تنفيذ الاتفاقية اللي وقعناها تقريباً تسع مطالب مع الحكومة السابقة وكررت بقرار مجلس وزراء لا يعقل أن تبقى النهج السابق مطبق النهج السابق كان عدم الاكتراث بأي قانون فلسطيني يعني كان يدوسوا على أي شيء بالنسبة لحقوق الناس وحقوق المواطنين أي قانون ومشان يرضوا البنك الدولي إذا النهج هذا بعده موجود إحنا مش رح نقبله يعني أنت بتحكي لي هلا أنا بدي أكتبط بك القانون احترام القانون بس طب يعني القانون أنت بتحكي إنهم اتجوزوا بإعطاء عشرة بالمية بدل اثنين القانون بيرجعوا علينا بيرجعوا للمجلس النقابي اللي الموظفين بيجتمعوا فيه بيحكوا لنا إجابة حول غلاء المعيشة بتكون تدفعوها ليش ما دفعتوها شو الصيغة القانونية اللي اتجاوزتوا فيها بيجاوبونا إحنا كنا لهم إذا بتكون تدفعوا غلاء المعيشة وكان عندكم أزمة مالية معنا مشكلة تكون لنا بعد شهر 9 شهر 11 لكن إنه نحكي إنه إحنا بنلغيها وإنه تمحطوطة وعلى خطر يعني أنا بحكي لك مدير عبد الوزن بيقول إحنا قررنا نسبة 75% بوينة 75% طب معقول أنت بتكرر يعني إنك أنت شطرت مركز الإحصاء والنسبته وبتقدم أنا مستغرب إنه كيف إنه وزير المالي ما يحقق بهذا الموضوع يعني جيبوا ناس أخصائية جيبوا ناس بتكون تناقش بالقانون أما هم معتبرين إنه تصرفهم قانوني مدام معتبرين تصرفهم قانوني إحنا وإياهم بدنا لجهة قانونية اللي تحكم بيننا وإحنا بلشنا بهذه الفعاليات الآن إذا الحكومي أقرت بالغلاء المعيشة وتفهمنا حول الدفع إحنا معنا مشكلة إحنا كلنا سنقف مع الحكومي جنبا إلى جنب لمواجهة كل الظروف ولكن للأسف إنه إحنا قاعدين خاصة نقاط الموظفين اتفاقين مع الأطباء على ومية في المية في حوار بينكم وبين الأطباء مية في المية المعلمين عشرة في المية الموظفين ديش أعطيهم ولا على وطلاء المعيشة حتى لو فيه رسا أنا الحقيقة وقفني أكثر من عسكري والعسكر ممنوع يضربه وهم يمكن يمكن بصراحة الأكثر في أملومة صحيح وبالتالي أيضا يعني يفترض إنه في جهة طالب وإحنا بنا نطالب أنا بشكر الله أنا بشكر الله أنه مطلوب من الحكومة إنه أيضا تنظر بعين المنطق وال أربع نشرات بالعسكر بالبلاد الأجهزة الأمنية الموجودة في البلاد وأفرادها اللي هم بتعدوا تقريبا أيضا نسبة غير بسيطة أيضا يتم إنصافهم هذا واجب الحكومة وواجب السلطة وربما هناك العديد من الاقتراحات لزيادة دخل السلطة على الأقل يا أخي خلنا نحكي عن المكشوف في كثير شركات كبيرة في البلد بتهرب من دفع الضرائب صحيح في كثير من رجال الأعمال في البلد بتهربوا من دفع الضرائب صحيح في كثير يبدو على ما يبدو أنه حتى كثير من ناس ذوي سلطات في البلد بيغطوا على هذه الشركات لا يعني في كثير قضايا ممكن أنه يعني فتح معابر أو وضع معابر حدودية على ترقوميا وجنين وطول كرم بزيد دخل السلطة صحيح فرض الضرائب عن جد وبطريقة واعية أكثر وبطريقة حازمة أكثر بزيد الدخل وبالتالي بيوفر للكل ولكن أنا اللي أريد أحكي أنه مرة أخرى هاي الحكومة مع أنه يعني في كثير يعني الحكومة اتخذت قرار بأنه بكرة أي غياب من الآن فصاعدوا رح تتخذ قرار بخصمه من الموظفين الحكومة زي ما قلنا لم تكمل مئة يوم حكومة جديدة أبدت رغبتها وباشرت بإنصاف المعلمين بداية وهم خمسين بالمئة منوظفين السلطة أنا بعتقد أنه عندها النية لماذا اللجوء مباشرة للإضراب هل تم الحديث كما تفضلت هل هناك حوار لجنة حوار هل في تواصل وفي منطق بالحوار مع الحكومة ولا الحكومة أنتو يعني حوار طرشان بينكم وبينهم نعم نحن هناك حوار مع رئيس الوزراء كان في جلسات هو كان مسافر بهذه الفترة وتحاولنا مع وزير المالية أنا شخصيا اجتمعت فيه حوال غلاء المعيشة وأنه يعني أنت بما أنك طبقت زي ما أنت تفضلت للمعلمين المفروض أن ينزل للموظفين اللي هي 2% هناك يعطينا 10% وإحنا منرحب بهذا الموضوع لكن موضوع الغلاء المعيشة مدام أنت يعني كنت موقفه لأسباب هاي وضح الوضع أنك عندك فلوس فبالتالي الأصل أنه يعطينا بده يدفعه وحتى إحنا ممكن نفضل المعلمين يدفع له مرد الشهر إحنا الشهر اللي بعده ولكن موضوع غلاء المعيشة بدنا إيجابة حوله لغاية الآن ما أخذنا إيجابة حول الموضوع إيجابة بس أنا أتمنى وزير المال يجاوبنا طب أنا اجتمعت فيه ما أعطني إيجابة بدك أنت جلسة مجلس وزراء يحدده بكرة وتلتقل في حالي يعني اللي فهمت منك أنه يقولوا لكم مننا نعطي يا أخي وننأجلها لا مش مشكلة لبداية السنة الجاي وتكون الأمور موافقين هذا الموضوع إذا كان أي شيء يعني في ضماني ومكنع للموظفين إحنا بنرجع لمجلس النقابي ومجلس النقابي بحكي لك يعني جدا متعاون بهذا الموضوع قلت لك إحنا مطالبنا ثلاث سنوات إحنا متحملين كثير ناس أسأل لو أعدد لك تسع مطالب يعني أنت بتستهجن أنه كيف الموظفين بدوس عليها طلع كيف الآن الحكومة بتهدد أنه تخصم من الراتب وأنا بحكي لك إياه على الهواء مباشرة مجرد ما يصل عند الموظفين وهذه النية لن يكون هناك دوام فائل وزرات ونحن سنتحدى الحكومة وبفعاليات أكثر وغير مسبوقة لأنه هذا النهج غير القانوني تجاوز إحنا مضربين مع أيام حماس مئة وثلاث أيام مع كل الحكومات والحكومة السابقة ثلاثين يوم في خلال شهرين ما حد أكلم تخصم هلأ إذا بدهم يواخدوا نهج بعض أقطاب الحكومة بالقانون بطلع لهم يخصموه بطلعوه بطلع لهم ماش بعض أقطاب الحكومة اللي معني يفشل هاي الحكومة وأنا بقول للدكتور رامي انتبه لهم هذولا بجروق وبجرون للمعركة إحنا الآن من كل الحكومة تعالوا بكرة قولوا عن غلاء المعيشة سهلة ولكن إذا بدهم بتحدهم الموظفين وعلى حقوقهم إحنا بنتحدهم بالقانون لأنه إحنا مطالبنا أخي ماهر إذا بدي أطالب للحكومة حقنا أنا بقول لك رواتب الموظفين يجب أن تضاعف النص بالقانون ولكن دسنا على هذه الحكوك من أجل المصلحة الوطنية والدول المعنى وعدم ابتزازنا سياسيا ومن كل الحكومة إحنا معكم سيوف بإيديكم ضد سياسة الابتزاز وحتى لو ما أخذناش رواتبنا بالتنسيق والحوار بالتحدي إحنا جاهزين للتحدي وما يجربوناش لأنه إحنا مجربين إحنا مجربين هم يقولون إحنا مجربين ومنتحدى في بعض الوزراء الفاشلين والمعروفين إنهم فاشلين وطلبنا رئيس ورئيس الوزراء بإيقالتهم الآن إذا كان هذا الموضوع سيتعامل بي غدا من كلهم إحنا بعد غدا رح يشوفوا مننا إجراءات مختلفة وسائدها سنعود لمطالبنا الحقيقية إحنا مش رح نقبل لا معلمين ولا غيرهم يأخذ أكتر مننا العشرة في المئة إحنا بدنا 45% لأنه رواتبنا تآكلت بقرار الإحصاء 45% إحنا عنا سنوات التركيات عنا الموظفين مش حاصل على التركي فوق العشر سنين وخمس سنة وما دكنا على هذا الموضوع إحنا عنا اللي بتركى من درجة أولى بعد خدمة 20 سنة على مدير سي بطلع سي وصفر وهي الأصل تطلع سي وعشرين هاي بتضاعف على الحكومة إحنا في عنا مطالب كثير يدسنا عليه اللي بغشش رئيس الوزراء على القانون يغششه بحقوقنا ما يغششه شو اللي بدره مواجهة قطاع 40 ألف أنا بقول لك هم من الخسرانين وهذا القطاع اختبر اختبر من أعتى الكوة الظلامية اللي هي حماس واللي تخونتنا وتحدتنا وحاولت تعتكل وتهدد بالقتل وتحدنا فاللي بيجي كله ينصح ويخصم من الراتب ما بيخوفنا والمواظفين مشجوبنا كلهم قادة انتفاضة وقادة ثورة اللي بيفكر انه هاي الناس جاي بدا تخاف على يوم براتب وراتبين وإذا القصة تخصم وراتبين أنا بقولهم أنا موافق على الهواء تخصمهم من الراتب وبكرة بس نقع على الطاولة بالقانون حق نعطونها بالقانون ويجيبوا كل الجهات المحامين وهي نقاط المحامين تيجي اللي إلو حق يوخدوا وإحنا يا سيدي مستعدين نصيق قانون للإضراب وفق المعايير العالمية حتى ما تكونش الجلسة التصعيدية يعني إحنا بدنا نوفق بينكم إحنا جاهزين مع أنه كان يفتراب ندعو حد من الحكومة هل انتو اللي بتطالبوا فيه 2% 2% 2.3% 2.3% يا سيدي 3 ملايشية خيمتهم 12 مليون دولار 10 مليون دولار يعني هذا من ضمن غير تاعة المعلمين ملناش في المعلمين لا هذا لكل الموظفين بفهم فيهم المعلمين والعسكر ما أخذوا 10% هذا موضوع آخر ما أعرفش عليش اتفكوا إنه العشرة من ضمنها غلاء المعيش ولا شطبوا عليهم غلاء المعيش وبدلوهم ماذا يرى يعني إذا عمليا مع المعلمين والعسكريين إذا شالوا المعلمين بيخف الرقم طبعا 5-6 مليون بالضبط تطلعنا 5 مليون إذا المعلمين خلص إنه هي 10% طبعا بالضبط لا أنا بحكي لك كمان مع العسكريين إحنا مش تحاننا هذا الكلام بيشمل الجميع الموظفين بدون استثناء معلم موظف طبيب مهندس كله وكلهم مش من تبهين إنه ملغية عليهم أنا بحكي لك على الهواء يا إخوانا للموظفين بقول وللمهندسين وللمعلمين والعطباء تم إلغاء غلاء المعيش من قبل الحكومة السابقة وزير المالية الدكتور سلام فياد حط لكم إياها بوينت 75 فإذا أنتم موافقين النقبات كلها موافقة تعلن موقفها أنها موافقة إحنا مش موافقين طب حين نقابة المهندسين أعلنت أنها بكرة بتعمل إضراب مفتوح هل هذا بتنصيك معكم نهائي ليش أنتم كنقبات ما بتنسقوا خطواتكم مع بعض يعني كل واحد حتى العمل النقابي من الواضح كل شريحة عندها مطالبها واختصاص المعلم إله مطالبه ولكن المطالب النقابي نقدر مطالب تطلبنا الحكومة أنا أقول لك مطالب المهندسين هي مطلب إلنا علاوة المخاطر للمهندسين هو موظف إحنا طالبين هل المهندسين دورودة أكدو أهلا وسهلا فيهم ولكن إنه إحنا من ضمن المطالب علاوة المخاطر للمهندسين المهندس إذا كان مهندس بأخذ علاوة 60% إذا صار مدير بترجعه 50% معقول مدير المهندسين بصير 50% شو هالكوانين الإدارية إنتي لو تقعد بالقانون يعني أنا بستغرب واحد بصيروا زي بعض واحد صلوا في المؤسس يعني فيه أشياء بالإدارة يعني أنت بتقول إنه نفس السيستم أو النظام فيه غلط النظام الإداري فيه منطق ثنين يعني أنت بدك تتطرق لهاي بنحكيها فيها بقصة الإمكانيات المالية أنا بقول لك ما فيه عجز مالي فيه عجز وزراء إذا بتبطلط عينه على الجغرافيا وعلى الحزب قريب فلان واللي بروحوا يضغطوا لك بليمولهم حالهم بمكهى ويقول لي والله الأخ مهر شاب لكفاءة بالإعلام حطوا وزر إعلام ويضبطوا حالهم هذا الأسلوب نسوكم منه جيبوا كفاءات تحمل البلد ويواجهوا البنك الدولي ويشرحوا له مش يقدموا له الموازنة بدون تركيات العسكريين وبدون تركيات الموظفين وبدون علاوة غلاء المعيشة يقولوا نقصنا الرواتب باثنين في المئة يا بنك دولي يعطيني شهادة ويروح وموكّع لهم شهادة أنكم أنتوا الأكفاء رقم ستين في العالم وهو تزوير على البنك الدولي وبقول للبنك الدولي إذا أنت لحاثهم وكاشف كل شي اكشف اللي يقدم لك هو تزوير بالموازنة على الشعب الفلسطيني الأصل أن نضع كل احتياجات الشعب الفلسطيني ونقدمها مش نكلهم أنه إحنا قدمنا مثلا عن وزارة الصح طمام مستشفى ما حطيتش الموظفين بدهم إياه مش نفتتح مستشفى عمي بانينو بدو عشرين موظف ما أدرجت هذا الكلام كله بتقدم عند الرئيس بالليل بواحد وثلاثين ثلاث بظلهم سري سري يا أخ مازن إذا ما وقعتش الليلة بتروح الدنيا و البنك الدولي بدعان مناش وبلتوا يشتغلوا مع البنك الدولي طب ليش ما قدمتك قبل شهر ناكشت التشريعي وناكشت النكبات إذا أنت الحريص على الوطن فاللي تقدم للشعب الفلسطيني تقدم مزور وأنا أتحدى إنه في حد يقدر يحقق بهذا الموضوع وطبعا هذا منشور كلامي في شهر واحد قبل بشهر واحد وفي شهر اتناش قلتوا للجميع لكل المسؤولين كل أعضاء التشريعي والفصائل انتبهوا للموازنة قاعدة تعاد بالليل مع اثنين من البنك الدولي مع فلان وفلان من المالي وسميتهم بالاسم فترجاكم اتدخلوا لأنه هذا بيخلق ثورة هلأ أنا دا كل الحكومة ولا الدكتور رامي مين اللي عاملها كلكمبل الموقوطة الحكومة السابقة حطوله بوينت 75% مشانت نكبات تطلع طبعا أنا تبلغت فيها جديد من أسبوعين كنت أتوقع أنه أزمة مالية ايه ولا بيحكولي يعني هيا تطلع بالموازنة محطوط ظلت سرية الموازنة تنشر طب ما هي في العالم شو الفيه بالبلد غير قانون الموازنة احنا هذا القانون بيسر بالعمل بين اثنين بالبنك الدول اللي بيطبخوها وباخدوا شيهادات إنهم أبطال مركوها علينا وإحنا بنطلع اكبلناهم وبقينا مطلعينهم أبطال فأنا بقول للدكتور رامي وزير المالية اكشف للناس هذا الأمور يا عامي وبعدين احنا وياك من كلك بدن نصراتي يعني احنا من هون على الهواء يعني أنا بصراحة تحدثت مع وزير المالية ويفترض يكون ضيفي في برنامج حكي على المكشوف في شهر عشرة إن شاء الله وبتأمل كمان يعني حكيت تاني يوم اتكلف فيه دكتور رامي الحمد لله أن يكون معي ضيف فقال أعطينا فرصة ومن هون أنا بدعوه مرة أخرى يكون ضيفنا في برنامج حكي على المكشوف حتى نحكي أغشي شك أغشي شك يعني يحكي أغشي شك شغلي وزير المالية الحالي من أفضل الكفاءات الفلسطينية خد مني المعلومات اللي عنده هلأ اللي أنا بدأ أحرجه مشان على الهوى إذا مكاليش هو بدهش يحكي بس هو بيعرف كل التفاصيل اللي بحكي لك يا هو أغثر مني لأنه هو متخصص أتمنى على الهوى إنه كل الشعب الفلسطيني يعرف إنه إحنا نحطينا ونزجه وإحنا نزجينا بهذه المشكلة طيب هو وافق أن يكون على البرنامج ونتأمل أنه يعني بشهر عشر نستضيفه عديد المداخلات اللي وصلتنا الآن أنا مع المطالبة سميرة تميمي بتكون أنا مع المطالبة بشتى الطرق لكنني لست مع الإضراب مع أنني نقابية لأثاره السلبية على الوطن والمواطن من إثار الفوضى والبلبلة والتسبب والتمرد بين الرئيس والمرؤوس وغالباً لا تتحقق المطالب فلا بد من الحفاظ على ما كسبنا الوطنية وتطويرها لبناء وطن سليم كما نحلم ولدينا الطاقات والإبداع لكننا بحاجة للعمل المخلص الجاد والتكاتف والتعاضض وليس الإضراب في ظل انتظارنا لدعم من يجود علينا شو بتحكي لها؟ أنا بحكي لها أنا بشاركك الإضراب هو مضر الإضراب هو أداء لمعاقبة الحكومة أنه إحنا يعني نوقف الخدمات على شعبنا على شعبها وشعبنا المفروض أنها تنحرك وتيجي تحاورنا مش نتفكر شو تخصم علينا نضيف على الشعب معنا فإحنا جاهزين للحوار ومطلبنا 2% 0.3% 40 شكل و20 شكل للموظفين اللي هذا حقهم بالقانون فإذا نتعود أن الموظف زي يصير زي في مصر أنه رات بـ 300 جنيه مشان يعني ما يكفيش أسبوع لا إحنا هذا هذه النسبة البسيطة اللي إحنا منطالب فيها تركين 10 مطالب أنا أبدأ أحكي لك شو المانع الحكومي المطلب الأول أنه نعطيها مشاركة النقابة بالقوانين مثل قانون الخدم المدني والتقاعد والتأمين الصحي أنت روح يتعالج أنا روح خدموني في المجمع الطب الفلسطيني أحسن خدمي خمسة جون بعدها طلعت اشتريت 800 شكل أدوية طب شو هلأ التأمين الصحي تبعي يعني ابني نفس الموضوع هاته بحكي لك وأنا بقدر أدفع طب أنا عندي موظف مراسل راتبو 2000 شكل بروح يتعالج بيعطوش كل دوة مش موجود طيب يعني أتمنى أنه هذا الموضوع ينتبهوا كديش إحنا المواصلات رفعت الحكوم من المواصلات وزعتها للسائكين بدل الشكلين صارت الشكلين النص طب ليش بتحطش للموظف شكلين النص أنت أنت اللي مسعر مش أنا وأنت اللي عمامة أنت بتخلي السائك يخدميني أنا لا علاوة إشراف للمسميات في مسميات مش مذكورة بالخدمة معقول أنا مفتي ما يكون لش علاوة إشراف يا سيدي مخرج في التلفزيون فيش إلو علاوة إشراف اتفقوا كل المسميات إلها علاوات اتفقنا على مجموعة ظل أكي من المسمى واتفقنا عليهم مع الحكومة وأقرتهم ظل إنه التنفيذ علاوة القدس القدس بتتعرضش لهجمي وكل الجهات اتفقنا مع الحكومة السابقة أنه يكون عندهم علاوة وتكون هاي العلاوة مشتركة 1500 شكل لها الجميع مدني عسكري اللي بيحمل هوية الكدس فكل الحكومة السابقة كلهم يعني بوصلوش ألف موظف يعني بالحد الأعلى طب مش بناني دعم الكدس معقول هادول أنا وافقت عليها الحكومة السابقة وما نفذتش طيب الراتب الأساسي كنا للفئات المادون مديرسي كل واحد عنده سبع أولاد ثمان أولاد راتبوا 1200 شكل وألف شكل طب الحد اللي أدنى لأجور بالقطاع الخاص مش معقول فهذا الكلام على الأكل ارفعوا لحد الأدنى للأجور لهذه الناس اللي تقدر تعيش فئات الدنيا ما كنا لهم مش للمدير وفوق كنا لهم مدلاك بيعيشوا بوقل كنا لهم التركيات حسب الديوان بركوا واحد بعد 20 سنة بروحوا تحط له بتأخر التركية بتايرفعها لوزير ويرفعها للمدير نعم والديوان يبقى 6 سنين بيقعد 10 سنين الديوان بيقول تكرر لو يروح على المحكمة بأخدها بنقعد بالمحاكم تنجي بالقرار اتفقنا مع الحكوم أن قرار الديوان ملزم وافقت عليها الحكوم ليش بتكيش يتنفرها لجنة سنوات الخدمة فيه عندنا ناس بيخدم بالعقود بوزارة المالية لأسباب أو بأي وزارة لأسباب لها علاقة أنه ما فيش اعتمادات مالية بيخدم 10 سنين زيه زي الموظفين بيثبت بعد 10 سنين بيشطبوا له 10 سنين الماضيات قالوا يا عمي منشكل لجني بيننا وبين التقاعد ومنشوف شو بنعمل ومعالجة اتفقنا لليوم برضو الحكي مصري الساعة الإضافية اللي بيعملوا في المعابر واللي بيعملوا في هيئة البترول واللي بيعملوا في هيئة الإذاعة والتلفزيون وبوكالة وفا بالليل أخبار شغال 24 ساعة طب انت بتكله بيشتغل 6 ساعة ونص أي موظف بتخليه 24 ساعة يعني خلينا نحكي كمان هذا موجود هذا الكلام ليس اختصاصي ديوان الرقابي والجهة الرقابي أنا باقول لك أي شخص يعني لو اجي ديوان الرقابي وكال في ناس بيداوموش أصلا في شغلهم وبدنا نروحهم من النقابة بتدخلش بالعكس احنا من كلهم بدنا تعاقبوا المسؤول لمعينهم الموظف اللي بيشتغلش ليش قول أنا ما عندي مشكلة يعني هون موظف انت طلع هلأ بقول كلنا طلع عندي حماس مقطوع راتبه قال إيش قالت لهم حوق السابقة هدول المسافرين عبل جيكيا ومايخذين الجنس يوم مايخذين راتصور انت يوم تتقدم للناس إيه أنا بقول عنه مجرم هذا الشخص قاعد في بيته وكل مرته لأنه وكل مرته وقفوا راتبه وقفوا أمام البنك الدولي والجهة المنكة سبع آلاف أتحدى وبكرة أتمنى تسأل وزير المالي كله كديش العدد من مجزرة الرواتب اللي بيّن إنه هدول الشاردين على هاي بلجيكا ولا روسيا ولا أبسر وين رايحين بـ 12 مية طب أنت أجرمت بحق سبع آلاف وما أحد عاقبه بيعطيني القانون اللي بيسمح لواحد يوقف راتبه موكلت واحد موكل زوجته أو أخوه في عندهم موظفين في وزارة المالية كانوا بيشتغلوا وبيختم كل يوم وبدك أسمي اسمه بسمي اسمه بيختم كل يوم بداوة عندهم هذا عشان هو صحته مش منيحة هو مرتهم علمي فهو بيوكل مرته ومرتهم موكلت موقف عليهم راتبهم اثنين مرافقين سيادة الرئيسة أبو مازي مش بيسافروا أغلبهم بيطلع برة فموقف زوجته تسحاب راتب تعيش أولادها ووقف رواتبهم هلأ بقول لك هدول قعدناه نبصر علي بالضافر الغربي لأنه عنا وزارة المالية عام من تغلط طب صلنا ست شهور من راجع عن غزة جيب إثبات إنه موجود بغزة طب شو أجب لك أصوره منصور لهم إياه بدك تروح ودي كل البنك الدول اللي تبعك يروح على غزة طب اعملنا لهم كل الإجراعات يعني إحنا ضد إذا واحد مسافر اقطعوا راسه مش اقطعوا راتبه بس اللي مكتوع رجلي والمعاق واللي عنده حالي ووقف راتبه كمان إن شاء الله بروع على مالطة يا أخي لما تكله إرجع يعني القرار السياسي كان إنه يجب وقف العمل في غزة على الحكومة أنت تحمل على القرار السياسي أن يتحمل قراره صحيح راح على مالطة راح ضل في غزة وينما كان هو معاه شو ماشي ماشي بترجع هالسلطة سلطة برجع ما رجع ما رجعش بتروحه طب طلع شو غزة بعمله معها غزة إضافة المولود أنا وكن لك في عندي ناس يعني أنا في وصلني طب استسمعني بالله من غزة أكثر من سؤال المولود اللي بولد عنده مولود صار متجوز ومش ضايفين له إياه إضافة الترقيات غزة فيش لها ترقيات فيش لها تسكين طيب أنتو غزة مش معطينا هو لك أنهم موظفين طب بتلحكوا تكل اللي بدي أوقف عليه احتمال أنه رات بطالع يعني أنا بستقل احسبه نقدش المبلغ لو تحسب الأشياء اللي تقدمت بدنا نوقف على واتإشرافه ومواصلات كلها بتكلفش ثلاثة مليون شكل طب غزة اعتبر حالك إنك بهذا الحصار وبتعينش بغزة وبتركيش بغزة إنك إنك عطيتهم يعني موظفين 2005 طب صلهم بأخدوا ألف شكل كده السنة ألف شكل طب موظف كان معين على زمن نصر يوسر ومعينين يا بتفصلوا بتقول أنه هذا مجرم ولأسباب بخارج على القانون يا إما بتعطيه عيش يا زمن كيف تعطيه ألف شكل بتقول لي أنا مش مسؤول سيادة الرئيس أبو عمار كان عندنا في وزارة الأشغال 600 بطالة دائمة اسمهم قاعدين في البيوت لأنه غزة تحاصرت من إسرائيل لا سوق عمل إسرائيلي ولا بطلعوا بره فالرئيس كلهم عينوا لي إياهم قاعدوهم في الضار صار يدفع لهم ألف شكل وهو في بيته أجي بده وقفه وزير الأشغال والله توجه لرئيس كله يعني معطيني ناس قاعدين في البيوت يعطيني مئة واحد مهندس فهدول الناس اللي أنا على المياوم الدائمة أو على البطالة الدائمة الآن أتوقف رواتبهم يا سيدي طب ما هدول ما عندهم مش معيل أنت أصلا روح تأكد ودي كنا لهم ابعثوا الشؤولية اجتماعية تفحصهم طب مين مسؤول عن أهلنا في غزة طيب رفعوا الدرائب خلال الفترة السابقة كنا لهم يا عامي طيب الاربعين ألف خريجي جديد طب عينو لكم اثنين أو يعطوا زي مش تعرفوا كيف تفرضوا زي الدول والقصة معقدة والقصة إلها علاقة بأداء السلطة إلها علاقة بأداء أجهز السلطة المختلفة إلها علاقة بالدول المانحة إلها علاقة بالإيقسام إلها علاقة فينا وإلها علاقة في كل واحد اخذ منها المعلومة اسمح ل Extreme أخذ مجموعة معنى العطاونى بيحكي أعتقد أن الإضراب حق مكفول في إطار النضال المطلبي والنقابي وخاصة في ظل تهرب الحكومة الفلسطينية ووزاراتها من تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المبرمة مع النقابات لكن السؤال للزميل زكارنا كيف يمكن توحيد النضالات المطلبية والتي تحدثنا فيه للعاملين في الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات بعيدا عن التعددية للمنظمات النقابية للوصول إلى اتفاقات عمل جماعية تسهم في تعظيم قيمة الانتاج وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين إحنا إن شاء الله جلسنا في السابق كان الأخ ابناصر جميل شهد رحمه الله وهو الشيخ النقابيين إنه يكون عندنا اتحاد العاملين في الوظيفة العمومية بحيث نوحد المطالب الجماعية مثلا إذا في ما يختص في المعلمين تبقى نقابة المعلمين هي المسؤول عنه أو الصحة إن شاء الله هذا رح نعمل فيه مع أخوتنا في الاتحادات لأنه حقيقة صار أصبح مطلب شرعي لأنه معظم القضايا بتعلق بقالو الأخذ المدني هي مشتركة فالأصل إنه نشارك بالنضال النقابي المجتمعين وإنه عن جد زي ما قلت لك ما يصير تنافس نقابي من البحث الأكثر وهذا الكلام أيضا بنعكس على الحكومة وإنه إحنا والحكومة أيضا ننظم قوانين اللي هي قانون الإضراب والحق بالإضراب وقوانين تتعلق بالتنظيم العمل النقابي وهذا كان يعني بالقراءة الثانية في المجلس التشريعي إنه نصيق قوانين تنظم العمل بيننا مش إنه أبعث رسالة أنا الحكومة إثنين وسبين رسالة يبعث للحكومة السابقة ما حدا شرد عليك طيب هيا الحكومة راح أرجع لك لكن أنا ما تصنيه يعني راح نأخذ الأخرائد من خان يونس مساء الخير مساء النور يا سيدي أهلا تفضل أخرائد يا سيدي الفاضل أنا عندي مشكلة من 2005 نعم لو سمحت أخرائد مشان تعطي صوتك وطي صوت التلفزيون وطيته يا سيدي لا لسه ما وطيته أنا سامة عبداني طيب يا سيدي أنا لمشكلة من الألفين وخمسة فضل نعم أخذت كتاب من المكاتب التبعي للوزير الصحة بتغيير المسمى الوزيفي من مسمى إلى مسمى آخر نعم فرفعوه إلى الوزير الوزير تغذب تحتاج إلى هيكلية فعهد الألفين وخمسة في وقت الألفين وخمسة خلصنا الهيكلية مما فيش هيكلة من الألفين وخمسة لليوم طيب كرروا الكتاب مرة أخرى لهم ونفس القصة لحتى الآن طيب يعني خير فضل أخي محمد أنا بحيّل أخ بسام زكارني بحيّي كنت المضيع وأنا برجو منك مثل ما بتغضروا للمؤسطين كلها ساديت كل اللي يحترام لهم في طبقة منزية وبرجو منك تعملنا برنامج عنه في طبقة العمال النفس بتعمل برنامج عن العمال اللي إحنا مش تاكين شغل ولا صنقة ولا حالة سايل عمال ببطت نعم مثل ما الموظف بتعيش العامل بتعيش فضلتوا منك تعمل برنامج عن العمال حاضر معنا الأخ محمد من رمالله أخ محمد تفضل محمد جاد الله أخ محمد جاد الله تفضل أنا بقولي أنه للأخ بسام حقيقة أنه الإجراءات اللي سواها بالنسبة للإضراب هي إجراءات قانونية بس حقيقة أنا كنقابي رئيس لخافة البترو كيمويات بقول للأخ بسام بيعرف قديش إحنا متعاصفين معها أنا برأيي أنه يعطي فرصة الدكتور رامي الحمد الله شايف كيف وبالتأكيد أنه راح يكون في الأمور راح تكون مناسبة للموظفين جميعا يعني أنا بناسط الأخ بسام أنه يعطي فرصة لرئيس الوزراء لأنه المهم أنه غير في الوزراء الموجودين يعني أنا أقول أنه التغيير في هالوزراء الموجودين ممكن يعطي بالفعل دفعة قوية للعمال والموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية طيب معنا الأخ عبد الله مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام والله يبدأ سأل بالأستاذ بسام بالنسبة للإضراب بشرة يشمل المعلمين ولا لا؟ لا يشمل لا يشمل المعلمين يعني الدوام كثير جاءت ناسئلة هل هناك دوام؟ نعم هناك دوام وعلى جميع الطلبة والطلاب التوجه إلى مدارسهم هذا السؤال المهم خلينا نجاوب سريع لا يشمل المدارس ولا يشمل المحاكم والقضاء لأن القضاء مستقل إداري مش إداري مالي ما أحد يقول لي لأنه إحنا ما بدخل في القضاء عظيم هذا جيد أنه نوضحه العاملين في القضاء والمحاكم يتوجهوا إلى عملهم؟ اثنين الأعمال الطريقة يحددها رئيس النقاب الفرعية مثل هيئة البترول التلفزيون كلها هذه أمور ينسكوا مع رئيس النقاب لأنه هو بيعمل الحد الأدنى مشان مستحيل نسمح الوقف البث مستحيل نسمح بوقف البترول هاي قضايا كل الأصبح بعرفها إحنا عنا 63 مؤسسة رؤساء النقاب الفرعية هم اللي بيحددوا مع الوزير لأمور الطريقة نعم تفضل أخي أهلا وسلام عليكم أخ زياد أهلا مساء الخير تفضل معاك المحام زياد تفضل أستاذ من غزة نعم تفضل موظف وزارة العدل أهلا وسأتفضل بالله في عنا مشكلة إحنا وحبين نطر عليك أول حاجة لو ما سيك بالخير أخ ماهر تفضل والأخ بسام زكاري أنا كل احترام وتقديري لكم أحنا كان نفسنا يعني نحكي من زمان إنا سنوات بنحب يعني نوضح الأمراضة أنا موظف وزارة العدل ألو نعم تفضل منسمعك بسرعة لو سمحك أنا موظف وزارة العدل تم تعييني في وزارة العدل ولكن تم كان في أيامها في وزارة العدل شهادة الجامعة محجوزة هذه الجامعة فش كان رسوم جميعية بعد شهرين من التعيين تم تعييني على الثنوية العامة بعد شهرين من التعيين تم الحصول على الشهادة الجامعية بمساعدة الأخ الرئيس الراحل أبو عمار مكرمة منه بعثانة من الرسوم الجامعية من جامعة الأزهر وتم تقديمها للوزارة والوزارة خاطبت الديوار وصلت الرسال أنه يعني أنت لحد الآن ما عدلوش حسب الجامعة هاي قضية أخرى يعني يفترض تكون في طالبكم معنا الأخ كمال تفضل أخ كمال سلام عليكم وعليكم السلام يعطيكم العافية أهلا بكم وأشكر الأستاذ بسام على كلامه الجميل بحق أهل غزة وهذا أملنا فيه كتير وأنا بناشد الأخ الرئيس من هذا الموقع بأنه أهل غزة جزء من السلطة الفلسطينية وإحنا أهل غزة صندين وفي تحت الحصار ونطالب السيد الرئيس والحكومة أنه ما ينسوا الموظفين في غزة إحنا ناس في محافظة غزة أخذنا ترقيات من 1.4.2011 من ديوان الموظفين وحتى هذا اليوم لم يطبق ماليا نرجوه من الجميع نعم وصلت الرسالة معنا الأخ كامل مساء الخير مساء نور يسيدي تفضل أستاذي مساء الخير إلى كل ضيفك الكريم الأخ بسام زكارنا تفضل يا سيدة أنا فيه معاي كتاب موجه من وزير الصحة ذهني الوحيدي في 2005 لرئيس دوان الموظفين بترقيتي لرئيس قسم من 2005 حتى الآن لم ينفذ هذا القرار نرجو من الأخ بسام زكارنا المتابعة أولد أستاذنا أبعا يضعي للمتابعة هذا الموضوع طيب وصلت رسالتك معنا الأخ ياسر مساء الخير أطي 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 أهلا بيك كيف حالك أخم أهل يا أهلا بيك تفضل بالله يا سيدي أنا عندي مشكلة اللي هي يعني أنا موظف في وزارة التعليم العالي نعم وإلي 13 سنة على الدرجة الأولى والأخ بسام بيعرف في الموضوع ولو سألته بيعرفه وصار دي هالي المشكلة ولليوم ما صار لي شي مش عارف أنا لأي سنة بدي أضل يعني كلها في نفس الدرجة الأولى معك شهادة الدكتورة يعني 13 سنة إلي خدمة في الدرجة الأولى وإنت شو شهادتك؟ الدكتورة الدكتورة نعم والأستاذ بسام بيعرف الموضوع عارف عارف أوكي في حدا يعني مثلا شهادت بكالوريوس وأعلى منك في كلهم أعلى منهم آه كلهم أعلى منهم ومعهم شهادات طيب آه يعني بس هاي مش هان نوضح بعض الأمور صحيح آه هو إذن أدوك الأستاذ بسام بيعرف الموضوع حكيت ما أعرف من مرة وصاري حاولي حلية وما نعرف كيف تحل يعني هل هذا والله مش عارف يمكن في سكسونيا في هيك نعم ما بعرفش يعني إذا فلسطين في هيك ماعرفش وصلت يعني أنا بدي أعتذر من الإخوة للمتصلين أنه ما رح نقدر نستقبل مزيد من الاتصالات بدنا نعطي يعني معنا خمس دقائق نحاول نجيب على بعض آه المتصلين ويعني واضح أنه المشاكل متشابهة واضح أنه المشاكل واضح أنه في أزمة أولا إدارية صحيح واضح أنه في أزمة تنظيمية وواضح أنه كمان أزمة آه تنسيقية بين النقبات المختلفة أنه يعني واضح أنه كل واحد ممكن بيعمل على رأسه من تجزء من السلطة والحكومة فبالتالي يعني تشتغلوا بنفس الطريقة اسمح لي يا أخوي ماهر أحييك أنا أريد أن أطلب منك طلب بإسم أخوان الموظفين أنك تفتح حدا ما تجيب حدا معك كل الموظفين بدي أسمع مشاكلكم مش هل مجوز إحنا مدعيين يعني وعندنا أجندة مش كل مرة بطلعون مرة ماليش قصدي لا هدول خمس دقائق أو عشر دقائق أو نس ساعة أتمنى بس الناس يسمعهم بدناش إجابات عليها هم ما بدهم إجابات لأنه مش عارفين شو الموظفين إحنا مش منقول القانون وبنخصم يوم على الموظفين إذا أضربوا إحنا مش حاكي لهم جزء من المشاكل هاي أنا ما جبت لك سيرتها مظبوط أنا عندي إذا مش ألف مشكلة ألفين أنت واحد بغزة بكلك من أيام دهني لمحادي مش مترقل واحد بيقول لك أندي هياة ترقي ومياخدها من الديوان مش منفذة واحد بيقول لك أن أنا دكتوراه صلي عشرين سنة بوزارة التعليم اللي هي بتحترم التعليم المفروض أنه ياخد مش ماخد فإحنا يعني كتير متجاوزين أمور بيننا وبين الحكوم اللي أنا بدكت أقول لك وإن أنت حكيت عن الدول الحك علينا أخوي ماهر مش هنتسمع مني الحك علينا إحنا صرنا اليوم نقول أنا بحيي كل المستقلين ما بقصد يعني أحد منهم بس بقول بعض المستقلين اللي بهمه يرد البنك الدولي ويرد الأمريكان ويرد غيرهم والشعب الله لا يقيمه فأنا بقول اللي كان يقدم بالموازنات للشعب الفلسطيني كان يقول لهم أنه بقدر أعيشهم هيك يعني فكان يقدم بدون تركيات الناس بدون حقوق الناس بدون الإشي الحد الأدنى من المطلوب ويطلع في عنا موازني وهذا الموضوع اللي هو الخطير إذا كان الوزراء اللي بنا نحطهم مش مناضلين يواجهوا البنك الدولي والإسرائيلية هم تقعدوا على الطاولة وكلهم أنه هاي حقوق وإحنا باتفاقية أوسلو دخلنا على أساس نواخذ 6 مليار يعني بتكون مش تدفعوا بالمليح تكون تدفعوا بالعاطل اللي بدو يفهمها وإذا بدهم مش تدفعوا إحنا من كلهم إحنا هاي السلطة ما بدنا إياها افهم مني والرئيس اللي بعد يبوقف على الحواجز هو كلهم كلهم أنا ما استعد أكون إدارة مدنية بتدفعوا الإشي بالمحترام ادفعوا بتكون مش بلاش وعن جد أنا بقول لك ما حد منها هاي السلطة بدو يحافظ عليها مشان تأخذ من الآخر إحنا مقدمي لبناء الدولي هيك الرئيس كان قال لهم هاي السلطة إذا بتكونش مقدمي للدولي الفلسطيني إحنا ما بناها وإحنا ما كلها سياة الرئيس إحنا وراها أمدوا يستخدموا المال مشان يبتزوا الرئيس والقيادي علينا لا إحنا بناش رواتب عند القضايا سياسية فالحل اللي حكا البنك الدول اليوم وعرفش ليش حكا قال الحل بزوال الاحتلال لأنه إذا زال الاحتلال إحنا منسيطر على المعابر على مناطق سي يا سيدي بيكفين السياحة للقدس بيكفين السياحة للكنيسة المهد وروح للحرم الإبراهيمي اطلعوا من عندنا يعني ما بدناش دعمكم ولا أي دولي بأحد يحلوا الكصة فأنتو بتيجوا تعطونا ثمن الاحتلال اللي كادين تشتغلوا معنا بعملية السلام بتتخلص بتكون مش تدفعوا كله بطلنا ندفع إحنا منرجع نبحث عن وسائل أخرى للدفاع عن أنفسنا فبالتالي الوزير اللي بروح يرضي البنك الدولي وسكرتارة البنك الدولي مش لازم يتعين ويقول لها هلأ سنونا نستحن كل واحد أنت من كوادر حركة فتح وزير لازم تجيبه مستقيل وكريب من الأمريكان وبرضو عليه الناس وانا بيزبطيش بدك واحد يقدر يواجه وانا بقول لك أملنا في الدكتور رامي ووزير المالية ومش مجاملة وراح نواجههم إذا بدوا مش يعني بدوا يرجعونا للأسلوب السابق بقول لك هذول الناس بدنا زيهم واتمنى تشكيل الحكومي مش يقولوا خلي الحكومي زي ما هي مش أنا الله يا سيادة الرئيس زيكنا في طابة على بعض الوزراء يعني ما أبدعوا ما قدموا شيء بس يقدموا شيء ويجيوا مجموعة فريق منهم بكفينا سبع وزراء أخي ماهر بدنا يشخوا 25 وزير سبعة من الكوادر اللي تقعد أمام البنك الدول اللي تقول له أنا فاتح مستشفى في طوباص بدي عشق الموظف أنا عندي تركيات العسكرين بديها أنا عندي المتقاعدين أخي ماهر ما حكنا عنهم مات نصهم كل واحد له 60 ألف شكل وإحنا نقول له 60 ألف دولار أعطينا للمالية المليون و200 ألف دفعنا لهم وهم المتقاعدين نص هذا المبلغ بسد كل قضاياهم شمعنا بتدفع للي عندك في المالية وما بتدفع حقوق المتقاعدين اللي بنوا الوطن اللي هم كلهم قادة الثورة كلهم اللي مصاب وجسمه بخردك برصاص هذا الكلام اللي صار فيش حدي حاسبهم طب أنتوا يا عمي وين بتقولوا وإنه فيش مصاري هذا الكلام أخي ماهر اللي بزعج الشارع الفلسطيني عكس ذلك ما نظلنا نقول البنك الدولي يعني مشرط علينا ما حالش مشرط أحدا إحنا منروح نغشش عن شعبنا وبدأ أفتح لكم قضايا الفساد وبدأ حط لكم الأبصر شو وطلع عنا إنه عنا سبع ألافة ببلجيكيا ونيجيريا وهم يطلع بالأخير بزيديش عمي فطلع عنا فاسدين بشان يوخد شهاد طب أنا بس تعملوا الإضرابة الكاملة أنا متوقع أن الحكومة تستجيب لمطالبكم بتأمل أنها تكون آخر الإضرابة أنا متفاعلين كتب دبتور رامي تأمل أن يكون في تفاهم وفي تقدير من الحكومة لظرف الموظف ولظرف الموظفين إن كان هون أو من أهلنا في غزة ويكون كمان في نفس الوقت نظرة عقلانية ومنطقية من قبل الموظفين لوضع السلطة مع الأخذ بين الاعتبار أن هذه السلطة هي المسؤولة عن الناس عليها أن توفر حاجات ومحتياجات لا يسعني في النهاية إلا أن أشكرك طب اسمي أشكر كلمي طبعا رسالة لرئيس الوزراء ووزير المالي اللي إحنا إلهم تقدير عنا جالسي مع مجلس النقابي نضع النقاط على الحروف مع بعض لأنه الكلام لأنه ما تحورناش لليوم بشكل رسمي يقعد مع الغدا حتى كل هاي القضايا تزول ومن خلالك أنه إحنا هاي الحكومة جداً متفاعلين فيها والشارع مرتاح فيها ما منتمدى ما منحب هذا الموقف من البرنامج من نتأمل أنه تكون بكرة وكأنها عطلة يعتبروها الحكومة ما يخصموه على الأسان ما يصير فيه تصعيد ومنتأمل أنه يكون فيه بكرة دعوة ومنوجه من خلال شاشتنا ومن خلال برنامجنا يعني لدكتور رامي الحمد لله جبل المحامل وسيد الرئيس وإحنا جمل المحامل كان معه يعني أنا متأكد أنه رح يدعم الحكومة بهيك موقف ومتأكد كمان أنه الموظفين بكل قطاعاتهم يعني رح يقدروا حتى لو كان فيه تأجير رح يقدروا هذا الموضوع وبتأمل من الجميع ما ينسى موضوع العسكريين وأبناء الأهجز الأمنية بشكرك مرة أخرى وبشكر استماعكم أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة